يوم آخر من الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ومزيد من القتلى والجرحى والمشردين في انتظار التهدئة التي كثر الحديث عنها ولكنها ما زالت عصية على الأرض مصدر طبي فلسطيني أفاد بمقتل أربعة فلسطينيين إثر غارات جوية على جنوب قطاع غزة ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ بدء العمليات العسكرية إلى أكثر من ثمانمائة معظمهم من المدنيين فيما بلغ عدد النازحين الذين غادروا منازلهم أكثر من مئات وأربعين ألفا سراي القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت عن مقتل أحد قياداتها وهو صلاح أبو حسنين مسؤول الإعلام الحربي في قطاع غزة إثر غارة جوية على منزله في رفح جنوب غزة مع ثلاثة من أبنائه الذي يبلغ عمر أكبرهم أربعة عشر عاما أما في ضفة الغربية المحتلة فقد سقط فلسطيني وجرح أكثر من مئتين عندما فتحت قوة الاحتلال النار على مسيرة تضامنية مع غزة شارك فيها الآلاف ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بمجلس الوزراء الأمني المصغر اليوم الجمعة لمناقشة هدنة إنسانية محدودة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية ونقل المصابين هذه الهدنة التي كان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس عبر عن تأييده لها فقط إذا ما خففت إسرائيل من قيودها على قطاع غزة الذي يقطنه مليون وثمانمائة ألف نسمة شكرا